نبدأ هذه الحلقة بانتصار المتخب المغربي بهدف دون مقابل هدف منحه الصدارة كانت فيه بزاعة الأمور جديدة صراحة لعبين يخدون الكل لأول مرة أهدف كثيرة تضيع ولكن الأهم تحقق صراحة الصدارة ومنح الهدية للمتخب الإبواري للتأهل والآخر للدور ثمه أكيد أخي عبد الله اليوم نبرك للمتخب الوطني المغربي ونبرك لأنفسنا هذا التأهل الذي جاء باستحقاق وكذلك أهلنا معنا المنتخب الإبواري استطاع المنتخب المغربي بالرغم الظروف التي تحكمت في المباراة ظروف البطائق صفراء وكذلك ظروف اللاعبين المصابين والعديد من الأشياء التي تحكمت في هذه المباراة منها أن المنتخب المغربي كان مفروض عليه الفوز من أجل عدم مغادرة المدينة وبالتالي الاستمرار داخل أرضية الملعب التي لعب بها كل هذه العوامل ساهمت فأن يكون هناك ضغط على المنتخب المغربي ولكن الحمد لله استطاع وليد القراجي ومع رشيد بن محمود الذي أدار المباراة اليوم الذي اليوم اختبره على أرضية الملعب وفاز أداروها باستحقاق وباقتدار ونستحق أن نكون الأول على المجموعة وكذلك حتى على الساحة العربية والإفريقية من خلال تبوءنا المرتبة الثالثة عشر على سلم الفيفا الفعل سي سعيد ربما المرتبة الحادية عشر على سلم الفيفا عالميا الأول إفريقيين وعربيين سيدهبي يعني المتخب المغربي حقق أو يعني أصاب كثم العصافير في هذه المباراة رغم أن ربما النتيجة ما كانت مقنعة كنا نتمنى أن يكون أكثر من هدف لأن حتى الآخر المباراة ربما يكون هناك تعادل ربما تكون هناك أيضا هزيمة لأن اللقاء لم يمشيش بذلك الطريقة التي توقعناها صراحة ولكن كما قال سي سعيد سأهل البقاء في المدينة البقاء في نفس الملعب وأيضا منحن هدي المتخب الإفاري أكيد سي عبد الله أظن بأن اليوم المتخب وطن المغربي قام بالأهم نتيجة عادية وعادية جدا بأن نحتلنا المرتبة الأولى لأن نعتبر أحسن الفروق العالمية المرتبة حضرش بالضبط لعبنا مع منتخب مصنف ربما في وسط الترتيب العالمي ومن بين الفروق المغمورة إفريقيا أظن بأن اليوم المتخب الوطني المغربي أخذ دروس كثيرة أحسن من ربما التألوق تجيء أهداف عديدة ويكتساح جميع الفروق ربما لكنا نغن والتطيقة الزائدة ومبعدين مقابلة الفاصلة ومقابلة التومون نتفاجئوا الحمد لله بأن اليوم خلال ثلاث مقابلات أخذينا مجموعة من دروس من أهمها بأن المنتخب الوطني المغربي مع كامل الأسف ونحن في بلاطو ديالسي عبدالله دائما نقول الحقائق كما هي نضيع فرص عديدة مع كامل الأسف اليوم على الطاقم التقني الاشتغال ثم الاشتغال من أجل تسجيل الأهداف أكثر عدد ممكن من الفرص السامحة نسجل من أهداف لأن ربما في المستوى العالي فقط للوضل قانون تكرار يجب أن نكرر ثم نكرر أمام شباك من أجل تحقيق للوضل من أجل نوصل الهدف والممتغى بأن نسجل أكبر عدد ممكن اليوم شيئا فشيئا البطولة عاد بنسبة لي للإخوان بأن البطولة سنبدأ وإن شاء الله بإذن الله من خلال مقابلة التومون اليوم المنتخب الوطني المغربي اليوم المنتخب الوطني المغربي سيبدأ بنسبة لي عدد كاس لأن مباريات فاصلة سنرى المنتخب سيكون قوي كما عهدنا خصوصا في العالم أو لا هذا الشيء ما تنتمناش كل بطولة عند خصوصية وعند ظروف وصياقات ولكن مهما يكون المنتخب مغربي لهم الإمكانيات بشأنه يتألق هنا أو هناك في كأس إفريقيا بالكود ديفوار سيء محمد الحاجوي في غياب الناخب الوطني وليد الرقرقي يعني الذي تبع المبارمى على المدرجات كان بن محمود فدكة البودلاء كانت تغييرات صراحة وليفر ذاتها بغينا ولكره هنا البطاقات الصفراء اللي عند اللاعبين واليوم العميد كان هو زياش وكان هو عرس عارس هذه المبارات بتجيل الهدف الواحد من أهم النقاط كيف ما ذكرتي أخي عبد الله كإشارة فقط الأمور إيجابية على أنه تسير دور دي المجموعات كالمطارقة اللي هي جد إيجابية الهدف من دور دي المجموعات هو المرور للدور الثاني وبأقل جود وبأقل أضرار الحمد لله غادي نمرو للدور الثاني جميع اللاعبين يتحيدوا لهم بطاقات الصفراء هذه أهم النقطة كل شيء غادي يتليبير في المباريات المهمة أنت منوزياش هذه الإصابة اللي قلقتني شي شوية والمنتخب بغي نقول لك رهنا رواقف على الزياش كي يكون وعر كي يكون ناقص أو في شك تحنا كي يولي عندنا نفس شك الأمر المهم اللي ذكر الأخي عثمان هو اللي قلقنا بكل صدق من خلال المباراة النجال وجوهية الغائدة والمباراة التالية أخي عبد الله في المباراة المهمة اللي كأس أمم أفراقي كيف ما قلتي تنفس دي بالصح هو التوم النهائي الربع النهائي وانت غادي مخصكش تضيع الفرص لك يتحولك رهن أنصف فرص تأخذ الماتش فروق اللي غادي اللحظوا ونتفرجوا فيه في المباراة القادمة كين فارق غادي ماركي يرجع يسدع لك ويخرج المباراة بر الأمن بيت واحد فخصنا ولا بد لأنه أنصف فرص نسجلهم إلا مقدرنا أننا نسجلوا كيف ماشفنا اليوم نسجلنا بيت واحد ضيعنا أهداف اللي كثيرة بالمقابل عطينا فرص للمنتخب دي الزامبية لأنه وليك يسدل على المرمى دينا وما بغين وكبا كاش تسرع وكبا كاش تسرع ديال اللاعبين كنا ربما نشوفه سيناريو آخر فادي موجهة وما بغين يتكرر السيناريو دي المباراة ديالكونغو الديمقراطية خاصة في المرحلة ديال الممنوع فيها الخاطر نعم بسيطة مهمة جدا سيح عبد الله ربما تخرج من البلاتو كما جرات العادة تنظل بأن هناك مشكل آخر هو التمريرة النهائية الحاسمة ربما اللاعبين المغاربة عليهم يعني أولى طاقم تقنيك كذلك عليه الاشتغال على التمريرة الحاسمة لأنه كل مرة نصل إلى المستطيع للعمليات وما يعني التمريرة الحاسمة من أجل تضيع الفرصة